في خلال الفيديو النهاردة هنتكلم بشكل رسمي عن كل حاجة بتخصه شخصية كانج زا كونكرر وشخصية دكتور دوم وهل مارفل هتستبدله ولا لا الفيديو مش محتاجة اقولكم ان هو مهم قد ايه لان الفيديو فعلا مليان معلومات كتير جدا رسمية ولكن كل اللي قدر اقولك علي دلوقتي ان انا عايزك ان انت تركز في كل حاجة هقولها لان الصراحة يكون صعب علي ان اشرح الكلام ده على كذا فيديو تاني فالمهم بلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو في البداية عندي تنبيهين اتنين بس عشان مصادر الاخبار دي اول حاجة اغلب الاخبار اللي انا هقولها دلوقتي هتبقى اخبار رسمية تم الاعلان عنها بالفعل ولو فيه تسريب او اشعة هقولك انه ده تسريب او اشعة والتنبيه التاني انه اغلب برضو الكلام ده هيكون باتاخد من الكتاب بتاع جوانا روبنسون اللي هو باسم MCU The Region of Marvel Studios واول حاجة عاوز ان انا نبدأ بيها ولازم حرفي ان انا نبدأ بيها وهي ليه الكتاب ده هو كتاب مهم قولك ببساطة لان الفترة اللي فاتت الكتاب ده هو عمل ضجة كبيرة جدا هناك في امريكا بسبب كمية الاخبار اللي هي موجودة جواه لان الكتاب ده ببساطة هو بيكلم على الخطط بتاع شركة مارفل المستقبلية والكتابة جوانا روبنسون هي جابت الكلام ده من ناس شغالة جوا شركة مارفل نفسها برضو من كلام مع كيفين فاجي فمن الاخر كده الكتاب ده كل حاجة بتتذكر فيه هي حاجة رسمية بالفعل هي بتحصل وغير كده الكتابة دي هي معروفة فاللي هو اكيد يعني انت مشا تشكك فيها وكمان برضو هي ذاكرة ان هي اللي هي مصادر موصوقة من جوا شركة مارفل صار بتلاها معلمات مهمة على ايه اللي هيحصل في المستقبل وخصوصا في الموضوع بتاع كانج داينستي والموضوع بتاع دكتور دوم والكلام ده تم اثباته برضو الفترة الاخيرة ولكن طبعا مش محتاج ان انا اقولك انه ممكن يبقى فيه شوية تغييرات بسيطة على الكلام اللي هي بتقوله لان اي شركة تبع حبا هي تطور من الفكرة بتاعتها او من المشروع بتاعها فدي حاجة بدهية ان انا نبه عليها المهم نخش في الموضوع اهم حاجة هي ذكرتها جوا الكتاب بتاعها ودي اللي كان عليها ضجة كبيرة هي معلومة انه فيلم افينجرز زا كانج داينستي احتمال يتعامل واحتمال يتغير السيناريو بتاعه والاسم بتاعه واحتمال الفيلم اساسا انه هو يتلغي واللي هي وضحته جوا الكلام دوت انه هو الكاتب جيف لوفينز ولو كتب فيلم انت مان انزاس بكوانت مينيا وكتب الظهور الاول لشخصية كانج زا كونكررر الكاتب دا كان المفروض انه هو يكتب السيناريو بتاع فيلم افينجرز زا كانج داينستي ولكن هما انطردوه من كتابة المشروع وخرجو من المشروع بالكامل بحجة ان هما عندهم خطة وتوجه معين هما عايزين ان هما يعملوه وكمان برضو عايزين ان هما يغيروا الشخصية بتاعت كانج او الفيلم بتاع المرحلة بالكامل فهم نفهمون ان هما يبعدوا عن الشخصية بتاعت كانج ومش هيكبروا في الاحداث المهمة بتاعتها وبالتالي احنا مش عايزين الكاتب ان هو يكتب لنا الفيلم وبعدها بشوية اتكلمت برضو عن موضوع جونس ان ميجرز والقضية برضو بتاعته اللي هيكت بقالها حوالي ستة او سبع شهور الحسب اللي هي ذكرته ان هو جونس ان ميجرز اللي هو اتحبس فده معناه ان هما هيغيروا القصة والفيلم بالكامل وزي ما هي ما ذكرت حرفيا ممكن يخله فيلم افنجرز زا كانج داينستي ممكن يتغير الاسم بتاعه ويكون باسم افنجرز دوم كويست او افنجرز دوم داينستي واي شيء تاني بس المهم ان هما هيغيروا الاسم ويغيروا القصة وكل حاجة كانت موجودة في الفيلم فاللي تفهموا كده من الكلام ده ان هو السبب الرئيسي اللي خلى الكاتب ان هو ما يكتبش فيلم افنجرز زا كانج داينستي مش فكرة انه فيلم انت من انزاس بكوانت منيه هو فشل ولكن ده عشان هما مش عايزين ان هما نتكبروا في الشخصية بتاعت كانج وعايزين يقدموا فيلين تاني وذكرت برضو بعدها بشوية ان هو المخرج ديستن كريتون اللي اخرج فيلم تشانج تشي الجزء الاول وبشكل الرسمي برضو هيخرج الجزء التاني والمسلسلة تعون درمان كان بالفعل زي ما كيفين فاجي ما اعلن هو اللي هيخرج فيلم افنجر زا كانج داينستي ولكن اللي وضح مؤخرا ان هو بالفعل انسحب من فيلم افنجر زا كانج داينستي وهيكمل الاعمال التانية اللي مارفل حطته فيها والرؤية الصراحة هي واضحة جدا مش محتاجة اي كلام طالما المخرج هو تشال من المشروع وكزلك برضو الكاتب ده اكيد معناه ان هي الفكرة دي مش هتتم ولو تسأل دلوقتي وتقولي طب هي ليه ذكرت اسم دكتور دوم في الفيلم بتاع افنجرز دوم كويست او دوم داينستي ليه الشخصية دي بالتحديد اللي هي ذكرتها وهل ده معناه ان انا ودكتور دوم بالفعل هيتقدم ولا لا كل الكلام ده هتفهمه دلوقت نفس الوقت اللي هي كانت بتكتب فيه الكتاب بتاعها فيه مصاربين موصوقين برضو اكيدون يا مارفل كانت ومزالت هتخلي دكتور دوم هو الفيلان الرئيسي للسيكريت ووز سواء بقى اذا كانوا مقدمين شخصية كانج قبل كده او مش هيقدموها ثم ان كانوا مستخدمين شخصية كانج كأنها جسر عشان يقدم دكتور دوم ولكن مش هيحل محله وهنا اركز على الجملة دي لانها مهمة جدا وكانت مهمة الكاتب مايكل والدرون ولو كتب السكريبت بتاع دكتور سرينج دوم وسلسل بتاع لوكي ان هو كان يكتب السيناريو بتاع فيلم افينجر زا كانج داينيستي والسيكريت وورز برضو بفكرة واحدة كان هو واخدها من شركة مارفل ولازم ان هو يطبقها جهة السكريبتين اللي هو يكتبهم للشركة والفكرة دي ببساطة ان هو يخلي دكتور دوم يكون هو الفيلان الرئيسي في خلال السيكريت وورز بالمناسبة برضو جوانا روبينسون اكدت برضو ان هو الكاتب مايكل والدرون ما زال ان هو شغال مع شركة مارفل وما تم اشترضه زي ما الاخبار كانت عملها بتقول فبالنسبة للجزء اللي فات اللي انا لسه عيله تفهم منه بالزبط ان هو شخصية كانج ما كانش هو الفيلان الاساسي للمرحلة او تحديدا كمان للفيلم بتاع السيكريت وورز ولكن كان في الاساس هو شخصية دكتور دوم ولكن كيفين فاجي لما شاف الاداء بتاع جونيسون ميجورز حلال مسرسل لوك المسم الاول عجبته الشخصية بتاعت كانج وقال ان احنا نتعمق فيها ونخليها الفيلان الرئيسي للمرحلة ولكن هو شاف ان هو فيلم انت من انزاز بكوانت مينيا هو فشل فعشان كده هو غير الشخصية وقال ان احنا مش هنخليها هي الفيلان بتاع السيكريت وورز او المرحلة بالكامل وقال ان هو عين تيل الفيلان تاني يكون اقوى منه ثم حصلت المشكلة بتاعت القضية بتاع جونيسون ميجورز من بعده برضو حصل الموضوع بتاع الاعتقال اللي احنا فهمناه الفترة الاخيرة بقية المشاكل التانية اللي هي بتخص القضاء واللي هي تقريبا كده مش هتتحل وبالمناسبة برضو كان فيه مساربين كتير الفترة اللي فاتت اكدوا ان القصة الاصلية بتاعت السيكريت وورز كانت بتتكلم عن حرب بين كون 616 و كون 838 ولكن دلوقتي غير واضح ازا كانت شركة مارفل هتكمل بنفس الخطة دي ولا هتغيرها ودلوقتي بالنسبة للناس اللي ممكن تقول طالما هو دكتور دوم هو الفلم بتاع السيكريت وورز زي ما مارفل هي عايزة تعمل طب ليه هم ما اعلنوش عن الشخصية وهم من عاملين بيخبوا فيها وليه اعملوا اجتماع وقالوا ان الشخصية بتاع دكتور دوم هي تتقدم كخطة احتياطية بديلة لشخصية كانج انا هفهمك الموضوع ببساطة بس عايزك ان انت تستوعبه شركة زي شركة مارفل وحتى كمان لو اي شركة تانية برا المجال بتاع الافلام ومسلسلات عمرها ما هتيجي تقولك ان احنا فشلنا في اي حاجة وانا هنا زي ما قلتلك سواء شركة مارفل او اي شركة تانية في شكل عام وده لان انبساطة شديدة لو فيه شركة جات قلتلك ان احنا فشلنا في اي جزء حتى لو هو جزء صغير هم من كده بيعرفوك ان احنا الناس فشلة وبالطريقة دي هيخلوا الفانز بتوحهم او المتابعين بتوحهم يروحوا لأي شركة تانية دي حاجة بديهية جدا بتخص الكيادة وبتخص دارة الشركات وبديهية برضو ان انت تفهمها وبالنسبة للموضوع بتاع ان هم من قالوا ان دكتور دوم هو الخطة الاحتياطية ولكن مش الخطة الاساسية بالنسبة للسيكريت وورز فده كان يعتبر هو جس نبدأ او بيشوفوا ردة فعل الفانز اذا كانت الشخصية عجباهم ولا لا بحيث لو الشخصية عجباهم فهما هيقدموا الشخصية بالفعل لان دي هتبقى مصلحة ان هما نخلوا الفانز ان هما فعلا فرحانين في نفس الوقت هما نكسبوا مننا فلوس حق الافلام اللي هما نعملوها اما دلوقتي بالنسبة لموضوع بتاع الريكاست واللي برضو تسألت عليه الفترة اللي فاتت كتير على ان شركة مارفل هي ممكن تجيب ممثل تاني يلعب الدور ويكمل من بعد جونسان ميجورز فهقول لكم انه الكلام ده معلوهش اي تأكيد رسمي ان هو بالفعل هيحصل اللي بتذكر دلوقتي بشكل رسمي حوالينا النقطة بتاعت الريكاست هي حاجة ان نفس الصراحة برضو مش فاهمها والاجابة الرسمية عمالة بتقول ان هو المفروض ان شركة مارفل هتستنى المحاكمة بتاعت جونسان ميجورز ازاي ما تفهمش مع ان اساسا هم من اعلنوا ان هو بالفعل مزنب ولكن في اخبار على ان في محاكمة هتحصل النهاردة اللي هو يوم 29-11-2023 وده زي ما قلتلك من شوية مع ان اساسا القضاء الاخر مرة ان هو بالفعل مزنب ولكن هنقول ماشي ده الكلام الرسمي ان احنا كلنا فهمين ان هو القضاء هناك في امريكا هو ماشي بطرق غريبة ولكن بالنسبة للاشعاعات اللي عمالة بتنزل وفيه برضو مصاربين تكلموا عليها فكل الكلام اللي عمال بيتذكر دلوقتي ان هو فيه في العهد بتاع جونسان ميجورز اللي هو موضوع مع شركة مارفل فيه بنودة على ان مفيش اي ممثل تاني هيلعب دور بتاع كانج الا جونسان ميجورز وبالتالي مش هينفع ان هو اي ممثل تاني ييجي يكمل المسيرة بتاع جونسان ميجورز او شخصية كانج ولكن على حسب كلام مساربين تانيين طلوا عشان يردوا على نفس النقطة دي هم الردوا وقالوا ان هو جونسان ميجورز اللي هو اتحبس بالفعل وتم اثبات التهم عليه على انه بالفعل هو مزنب كل العقود والاوراق اللي هو مضى عليها واللي هو بين كوصين العادة برضو بتاع شركة مارفل هو منهم هيتم ابطاله قانونيا وبالتالي من بعدها لما هو يكون مزنب وتم اثبات التهم عليه بشكل رسمي يبقى وقتها بس من حق شركة مارفل ان هي الجي ممثل تاني يكمل الدور بتاع الشخصية اما غير كده لو همان دلوقتي بدلوه فهمان هيتطروا ان همان يعوضوه بفلوس كتير جدا وده لانهم همان اللي خلفوا العقد معاه ويمكن يكون فيه مشكلة بسيطة وكبيرة في نفس الوقت هي برضو بتخص النهاية بتاعت مسارسل لوكي الموسم التاني واللي هي يا طرى ايه اللي هيحصل بعد النهاية بتاعت الموسم التاني لان فيه ناس قالت ان وده بيمهدنا لكانج داينيستي وفيه ناس تانية قالت ان وده عكد دنيا كلها وايه اللي ممكن مارفل هي تعمله كتصليح للمشكلة دي انا الصراعه هنا بالنسبة لي شايف ان هو الموضوع هنا بسيط جدا لان نهاية مسارسل لوكي هيخلت نوعا ما انه فيه امل على التصليح ده لان زي مشارعته في نهاية بتاعت مسارسل لوكي الموسم التاني انه لوكي خلى الاكوان الموازية نهاية عايشة وبالتالي نسخ كانج الموازية هي تفضل برضو نهاية عايشة ولكن في المقابل تيفي ايه بقت دلوقتي مرقبة كل نسخة من نسخ كانج ومهمتهم الوحيدة ان هما يموتوا كل النسخ المختلفة شايف ما فيش اي حد يجي عشان يموت او يغزوا الاكوان الموازية ومن بعد النهاية بتاعت المسارسل بقدراتي فيه احتمالين ممكن ان هما يحصلوا اول احتمال ان هما ممكن يقفلوا الشخصية بتاعت كانج ونشوفهم ان هما بيقولوا ان يا تيفي ايه ادرت انه هي تموت كل النسخ كانج الموازية بمساعدة الشخصية بتاعت لوكي اللي هو دلوقتي حلم حل هي هو ريمين وبالتالي كده كل النسخ كانج التانية هتختفي ومع السلامة كده الشخصية هيمشيت ومش هنفتح الموضوع بتاعتها تاني وفيلم افينجرزا كانج داينيستي هو بالتالي مش هيتعمل ولو هيتعمل فهيغيروا الاسم بتاعه الاحتمال التاني ان احنا ممكن نشوف في المستبل ان تيفي ايه هتفشل نوعا ما في التعامل مع كل النسخ بتاعت كانج فتضطر ان هي جمع ابطال من اكوان موازية عشان تعمل فريق من المالتيفيرس عشان يموت كل النسخ كانج اللي باقية الفريق المالية الاول واللي ممكن يحصل بسبب العود واmath والاتفاقات بتاعت جونةسين ميجورز فخلي بالك انها تيفي ايه هتبقى مركزة على الشخصيات الموازية من شخصية كانج وده اللي ممكن يخلي شخصية زي دكتور دوم ان هو هو يتقدم ممكن با يتقدم على انه سرقة التكنولوجيا بتاعت اي نسخة من نسخ كانج ويقدر ان هو يسافر بالزمن وايبقى قوي واتبقى تيفي اييه هي في الاساس مش على علم بوجوده او ان هو اساسا عايش وده لان تيفي اي هتبقى في الاول وفي الاخر هيمركزة على النسخ كانج مش مركزة على اي شخصية تانية فمش هياخدوا بالهم من شخصية دكتور دوم لكن في النهاية ممكن يتفاجوا على ان في خطر كبير جدا جاي اخطر من الشخصية بتاعت كانج والهو في النهاية عيكون دكتور دوم وانا الصراع سبق وكلمتوكو عن طرق كتير جدا لظهور الشخصية دي جوه الاعمال اللي جاية ولكن اللي عايز اضيفه دلوقتي على حسب التحديثات الاخيرة تاعت شركة مارفل ان هو المفروض دلوقتي ان هو فيلم كابتن امريكا بريف نيو اورلد هو اتاجل سنة كمان وهينزل سنة 2025 وده دلوقتي بقى كلام رسمي وده لان الفيلم هو تعرض على التست اوديينس اللي هو الجمهور اللي بيشوف الفيلم بدري من شركة مارفل عشان يشوفوا ردة فعلهم وردة فعل الجمهور كانت زي الزفت دلان على حسب الكلام بتاعهم الفيلم فعلا مخيب للامال بشكل مبالغ فيه كده كده هكلمكو برضو على تسريب بتاع القصة بتاعت الفيلم لان الصراحة هي مستفزة جدا المهم دلوقتي شركة مارفل هيكررت ان هي اتاجل الفيلم لحد لما تعمل ريشوت تاني وهياخدوا حوالي 6 شهور يصوروا مشاهد للفيلم حيس ان هم ان يخلوا الفيلم كويس نوعا ما فاللي هنا ممكن يحصل وده توقع مني ان احنا ممكن نشوف تلميح او ظهور رسم لشخصية دكتور دوم ثم من بعد ونكمل الظهور بتاعه في خلال فيلم السانتر بولت ثم الاعمال اللي بعديها وهكذا لحد فيلم افنجر سيكريت وولز دي برضو ان احنا ممكن نشوف انه دكتور دوم يتقدم من كون 838 ده لان برضو ريد ريتشارد في خلال فيلم دكتور سترينج 2 واستخدم نفس التكنولوجيا بتاعت دكتور دوم اللي هيكت موجودة جول كوميكس وسبق اتكلمت عليها قبل كده وقلتلكو برضو نهو الكتاب بتاع الفيلم اكدوا ان هي دي بتاعت دكتور دوم ولكن مش من اختراع ريد ريتشارد دي برضو طريقة تانية ممكن يقدم لك بها شخصية دكتور دوم او ممكن يشوف ان شخصية دكتور دوم هي الشخصية اللي تم التالميح حالها في خلال مسلسل لوكي لموسم الثاني وده لما موبيس كان بتكلم مع لوكي ووريتك برضو قبل كده على الخريطة ان هو المكان اللي موبيس كان بتكلم علي havia هو بالفpruch رائيب من الموطن بتاع دكتور دوم وفي احتمال تاني برضو على ان الشخصية لشارد كارتر كانت بتكلمها في خلال مسلسل زا فالكون انزو انتر солتجير ممكن تتقدم على انها الشخصية بتاعة دوكتور دوم من ناحية الطرق هو فيه طرق كتير جدا وعايز برضو اسكر شوية تسريبات موصوكة تم ذكرها الفترة الاخيرة والتسريبات دي هي بتخص فيلم بلاك بانسر وكان دو فوريفور وعلى حسب اللي تذكر ان هي الخطة الاصلية بتاعة الفيلم وليه كانت المفروضة تحصل قبل موت شاديوك بوزمان كان من المفترض ان هي هتقدم شخصية دوكتور دوم جوه الفيلم بالمناسبة تأكد برضو ان هو البري فيز اللي هو كان متصرب هو بالفعل كان من فيلم بلاك بانسر وكان دو فوريفور اللي هو الجزء التاني وكان بالفعل هيقدم شخصية دوكتور دوم وتأكد ان هو بالفعل من شركة مارفل وانا هنا بأكد لمرة مليون وده عشان فيه ناس كانت بتقول لي انه ده فان ارت ولكن هو مش حقيقي فدلوقتي يتأكد ان هو بالفعل هي دي البدلة تحت دوكتور دوم وهو ده المشهد اللي كان المفروض هيبقى موجود ولكن زي ما قلت كل ده تعدل عشان الممثل هو مات وحسب مسارم مشهور برضو فهو ذكر من قريب جدا ان شخصية دوكتور دوم مش هتظهر كافلا في خلال فيلم الفانتاستيك فور ولكن المؤكد من مصادر جوه مارفل موثوقة ان هو هيظهر في خلال بروس كريت سيم بتاع الفيلم يعني المشهد بتاعه هيكون مشهد تمهيدي لصوره في الاعمال اللي ما بعد فيلم الفانتاستيك فور وحسب كلام برضو الكاتب جيف سنايدر فهو ذكر ان هو السمع من شركة مارفل وسمع برضو من ناس شغالة فيها جدا موثوقة وناس هو عارفها انه فيلم افنجر سيكريت وورز من الاول من قبل ما هم كمان ما يعلنوا عنه الفيلين الرئيسي بتاعه هو شخصية دوكتور دوم وهو قال برضو ان هو الحد دلوقتي ما اعتقدش انه فيه اي حد تاني هياخد الدور بتاع الفيلين الرئيسي غيره ودلوقتي يقول لك ابديت هو لسه حاصل من شوية وده يعتبر هو تسريب من مصدر موثو حسب اللي وضح من جوه الكلام ان هي دلوقتي شركة مارفل ما زالت متمسكة بالشخصية بتاعت كانج ومش هتستبدلها بشخصية دوكتور دوم ومن ممكن ان هم هنعملوا ريكاست ولكن مش دلوقتي بس الاكيد ان هي شخصية كانج هتكمل في عالم الام سي يو وتأكد ان هو كانج حتى كمان لو هيظر جوه فيلم افنجر سيكريت وورز مش هيكون هو الفيلين الاساسي ووضح برضو جوه تسريب ان هي الخطة الاساسية بتاعت مارفل دلوقتي هي تقديم الفيلين الرئيسي دلوقتي ولهو شخصية دوكتور دوم اما بالنسبة للخطة القديمة اللي هم كانوا ماشيين عليها هي تقديم البيوندر على انه نسخة من نسخ كانج ولكن الخطة دي هي اتلغت اما بالنسبة لموضوع بتاع العاد بتاع الشخصية بتاع جونيسان ميجورز ووضح حسب كلام المسارب انه وليها اكتر من حل وابسط واحد منهم ان هم ممكن لو التهمة تم اثباتها على جونيسان ميجورز ان هما يبطلوا العاد ويجيبوا اي ممثل تاني ويعملوا الريكاست ولكن الخطة الحالية دلوقتي ان هما ماشيين عليها هي ان هما عايزين يقدموا شخصية دوكتور دوم بجانب شخصية كانج بحيث يحصل زي الكوميكس والاتنين يوجهوا بعض ولكن بشكل عام مارفل مش هترمي الشخصية او هتهملها ودلوقتي ان هكلمك شوية كلام رسمي هو برضو لسه حاصل من شوية رسميا دلوقتي الكاتب مايكل والدرون تم الاعلان عنه رسميا ان هو هيكتب فيلم ارجع اقول لك الكلام ده كلام رسمي دلوقتي من الاخبار الرسمية ولا تسريبات ولا اشعات ولو هتكلم عالتسريبات ففيه التسريبات بتقول انه وسام ريمي هو الاختيار رقم واحد بالنسبة للمارفل لاخراق فيلم السيكريت وورز ولكن مش هيتم الاعلان عنه دلوقتي اما بالنسبة لشخصية كانج فالخطة الحالية ان هما هيكملوا به لحد المرحلة الستة وهيتقدم جنب الشخصية بتاعت كانج الشخصية بتاعت دوكتور دوم في خلال الاعمال اللي جاية وبالنسبة لدكتور دوم فمارفل بدأت بشكل رسمي على حسب الاخبار في اختيار الممثل بتاع الدور الممثل كيلين ميرفي هو الممثل رقم واحد بالنسبة لشركة مارفل على انه ممكن هو اللي يليقى على انه يلعب الدور بتاع شخصية دكتور دوم وبالنسبة لأفنجرزا كانج داينيستي هو بالفعل كده تأكد ان هو هيتعمل ولكن حسب الاخبار احتمال يكون الفيلم ده بتاع الكانج داينيستي والسيكريت وورز هم من تقديم للفيلان اللي هو الدكتور دوم ولكن مش هيركز بشكل كبير على الكهنج دايني ستي اللي احنا شفناهم وبس كده يكون الفيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو احط لعيك على الفيديو وانزل اشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش وبيس